كابتن محمد الفترة عندنا مفاجأة كتير النهاردة بالمناسبة هنتكلم عنها ولكن الفترة اللي فاتت وخلينا نبدأ بنهاية التقرير التقرير تكلم عن تجربتك مع نادي البنك الاهلي وهي اخر تجربة لكابتن محمد يوسف هل بتعتبرها تجربة ناجحة تجربة لم تنجح شايفها ازاي خصوصا في ظل ان كانت البداية بتقول ان الشكل العام ان الفريق حينجح بصلي طبعا تجربة البنك الاهلي فيها فوات كتيرة جدا بالنسبة لي وطبعا لما خطها طبعا كان انت عارف الشغل برا النادي الاهلي بيختلف شوية عن الشغل جوه النادي الاهلي انت بتعمل حاجات كتيرة جدا في غير اختصاصك لكن لما عدت مع المسؤولين في البنك الاهلي وفي النادي فكان يعني اول حاجة سألتهم انترون احنا هدفكو ايه او يعني ايه اللي انتو بتهدفوا ليه فكان كلامهم ان هو البقاء في الدور الممتاز يعني فبدأنا طبعا انا حطيت التوقعات بتاعتي وحطيت الشغل بتاعي كله على ان انا اتواجد في منتصف الجدول مش على البقاء لان انت عارف برضو الكورة لازم تأمن نفسك لازم تبقى شغل على حاجة اعلى من اللي انت بتهدف اليه يعني النقطة طبعا احنا كنا ماشيين بشكل الى حد الما كويس لكن ما كانش فيه توفيق يعني النهاردة يعني لما بتيجي تشوف التجربة انا البنك الاهلي لعب 26 مباراة حتى الان حتى اللحظة اللي انا قعد معك في يدي انا لما بدأت مع البنك الاهلي لقبت 13 مباراة 13 مباراة لقبتهم في شهرين من احد حاجات العدم التوفيق ان انا عملت فترة اعداد يعتبر يعني سريع جدا مقدرتش طبعا انا كنت متعقد مع لعبين الحمد لله اخترتهم بعناية كبيرة جدا واخترتهم بعد دراسة يعني دقيقة جدا لكن ملحقناش نعمل فترة اعداد احنا لقبنا كل اللي لقبناهم فترة اعداد 3 او 4 مباراة ودية في 10 ايام في معصر في اسماعيلية وبعد كده دخلنا على المباراة جالي لعيبة متأخر جدا زي معروف يوسف زي زنفولي الجوند يعني جالي لعيبة متأخرة جدا دخلوا معانا لدرجة ان انا بعد مطرين تلاتة وانا في الدوري كنت بجرب لسه كنت بجرب واركب باك رايت مع هاف رايت باك ليفت مع هاف ليفت فلعبت 13 مباراة في شهرين في حين ان البنك الاهلي لعبت 13 مباراة تانين في 14 ونص يعني حاليا الكابتن خالج جلال طبعا ده مش اي يعني ما بقللش من مجهوده بالعكس عامل مجهود كويس جدا وعمل وبازل مجهود كبير لكن اوقات بيبقى فيه عوامل بره كرة اسلام بيبقى فيها توفيق لمدرب وعدم توفيق لمدرب النهاردة لما البنك بيلعب 13 مباراة فيه 14 ونص يعني اكتر من ضعف الوقت اللي انا لعبت فيه 13 مباراة فطبعا عندك فرصة لعلاج المصابين عندك فرصة لتصليح الاخطاء عندك فرصة لالتقاط الانفاس عندك حاجات كتيرة جدا لما بيبقى فارج زمني بين المباراة فطبعا التجربة فيها نقاط انا استفدت منها بشكل كبير جدا كتبتها عندي طبعا وخبرة ليا وفي نفس الوقت كمان فيها ايجابيات انا عملت ريكولز مع البنك الاهلي اعتقد انه يعني فيه فرق صعدة ما تقدرش تعمله انا تعديلت مع خمس فرق كبيرة ايه يعني تعديلت مع الاهلي تعديلت مع اه بيرميز تعديلت مع المصري في برج العرب تعديلت مع اسماعيلي في اسماعيلية يعني فهم قصدي فتعديلت مع اسموحة في اسموحة اتنين اتنين وكان سموحة من الفرق المقدمة في الوقت ده يعني بس فطبعا كان فيه تعدلات كتيرة كنت اتمنى ان هي تبقى احسن من كده لكن طبعا خدت منها دروس كويسة جدا على مستوى الشخصي وفي نفس الوقت بيينتلي قوي التوفيق وعدم التوفيق للمدرب فيه فيه نسبة يعني اوعى تكون وانت اكيد طبعا اكيد قادرة مني احنا كلاعيبة زي المدرب المدرب بيلعب كل مباراة زي اللاعب ما بينزل يلعب كل مباراة فممكن يوفق ان ارض اسلام موفق قوي الوفر شغال والكرة بتمش ماشية بتمشية واوقات تبقى نازل وعمل تيجي تعمل الله يا جماعة مانا بعمل الوفر تبص ليه على ارض الله هو فيه ايه يعني فهم قصدي فنفس الكلام مع المدربين او المدربين طبعا المدرب كل مباراة قصة مختلفة حكاية جديدة ممكن يوفق فيها وممكن لا